قضيتنا اليوم قضية تونسية قضية فاها برشة تفاصيل غريبة وخطيرة قضية بشتخالينا نتعلم درس مهم على الأخر بعد جريمة شنيعة جريمة فاها برشة غادرة برشة خيانة وراها حكاية عجيبة جريمة صارت في واحدة من ولايات وسط تونس وما نجمش نعطيكم أكثر تفاصيل بما أنه كما قلنا قضيتنا اليوم فاها برشة تفاصيل غريبة ومثيرة للجدل نجم تقلق سبحان الله بعض الأطراف وبعض الأشخاص إذا كنت نسمي بالاسمي الصحاح اسمي العبيد واسمي المناطق وإذا كنت تحب تعرف مستحيل نسمي العبيد بأسمائهم سرتوه في القضية هذه كمّل القضية للأخر لو تعرف بالاسمي فيما أسماء يا أخويا ما نسميوهم ليس خير ما فسيب علينا بلا مشاكل بعد يجيني رجال هنا يقول ليش بك تحكي علينا أخويا بلا مشاكل دونك العادة ما تنسوه بشتخاليه لايك وسبسكرايب فولو على الإنستغرام ونضموا الجروب متاعنا متاع الفيسبوك وخالينا نتلقوا في القضية متاعنا متاع اليوم قضيتنا اليوم كما قلنا باش تهزنا الوحدة من الولايات وسط تونس معناها جاء في الوسط في الخريطة ما نعرش على أنا ولاية نحكي وباش ترجع بينا العام 2015 العام اللي كانت فيه الأخت ساميرا عمرها 19 سنة ما كانش اسمها مش ساميرا بدلت لها اسم لازمني نبدل لها اسمها لأسباب اللي خافنا جاء احسبوها قصة خيالية او ما هي بالرسم ما كانش ساميرا خوافة وقررت وأنها ما تمشيش في السنية الكلاسيكية وتبع غرامها كانت مغرومة بستيليزم موديليزم تصميم الأزياء والفن بصفة عامة كانت فنانة مغرومة موهوبة وقررت وأنها تبع غرامها وكانت وموحها في الحياة هي وأنها تحل لتولي الخاصة متاحها وتكبر مشروحها مشروحها واللي بديته بشوية بشوية وزادت بعد الباك سقلت موهبتها وخدمت في برشة بلايس برشة بلايس أعرفوها على برشة عبيت وناس الكل كانوا يحبوها ويقدروها بما أنها كما قلنا مغرومة برشة بخدمتها وناس طيبة كانت ناس طيبة تعرف تحكي أموها كبير على رغم أنها ما كانتش كبيرة برشة في العمر وكيف كيف على رغم أنها ما كانتش كبيرة برشة في العمر كانوا عندها برشة صديقات أكبر منها في العمر ما كانوش مجرد صديقات عاديات بل كانوا صديقات مقربات وكانوا في بعض الأحيان يستشيروها ويأخذوا رأيها في برشا مواضية على الرغم كما قلنا من فارق السن الذي كان مبيناتهم أي إنسان يخدم على روحه ويسعى ويتوكل على ربي يفك بلاستوين ما يكون في تونس في الأوروبة وقال له حتى في القارة الأنترتيكية بان صعيب برشا ما مثال لعل الأخت ساميرة أكبر مثال على ذلك على خطرها بعد شوية سنين حالة لو تلي الخاصة متاحة يتحقق الحلم وتبدأ الأخت تبني في الحلمة الكبيرة بشوية بشوية كانت الأمور ماشية ستزيد الأخت سعيدة وفرحانة وإن شاء الله تكون الأخت ساميرة مواضبة على أذكار المساء والصباح على خطر كما تعرفوا الحصد موجود العين حق وفمشكون ميحبش الخير الغيره أذكار الصباح والمساء يحميونها من العين من الحصد والبوض وحتى السحر زادة أصحيح ساميرة ناس طيبة مع الناس الكل باهي مع الناس الكل لكن أكيد مش ناس الكل بش يكونوا باهين معها الأخت تفرح للناس الكل لكن مش ناس الكل يفرحو لها وللأسف شديد ما كانتش المسكينة واعية بالشي هذا وما كانتش قارية للحصد حساب وهذاك هو الديفول الوحيد اللي كانت في تبيعتها واللي هي كونها باهية برشا برشا مع العباد وفيسع فيسع وما تعطي فيقها العامية مستحيل لكليونت تفصل عند ساميرة لبسة وما ترجع لهاش بيانسور مش ترجع بشتعملها عطفة وقالت زيدها في التاي بل ترجع لكليونت على خاطر خدمة ساميرة مظيفة وما كيفها حد كانت مغرومة خدمتها طيارة وأكثر من هذيك الكل معاملتها باهية برشا مع العباد الشي اللي خليها تخدم ما شاء الله وتوصل حتى تخدم صباح وليل ومش فقط على خطرها عندها برش كليونت ومطلوبة برشا بل كان في الأصل اختيار منها وهي اللي اختارت وأنا تخدم صباح وليل بش هكاكة تدخل أكثر فلوس وتكون قادرة وأنا تخبي أكثر فلوس بما أنها بالضبط في عام 2020 كانت ساميرة تحضر في روحها بش تعرس هيا وخطيبها خطيبها واللي هو زادة كان إنسان متربي ولد عائلة وخدام على روحه هو بيدو كان يخدم كيف كيف صباح وليل بش يلم أكثر فلوس بما أنه كان متفاهم هو ساميرة وعائلتهم الزوز بش ما يخليهمش يصفوا عليهم وما يتعبوهمش مديا ويتكلفوا ساميرة ورجلها بمصاريف العرس الكل من أول نهار حتى الآخر نهار وتذكير مرة أخرى هاو كلا ساميت لأسامي الأشخاص للمنطقة وما أعطيت حتى تفاصيل معناه بش من بعد ما يجينيش واحد يقول لي راك غلط في ديتاي ولا حاجة ولا موضوع ولا عائلة الضحية ولا عائلة الفاعل ولا الفاعل ولا المجموعة اللي عملت ونولي مطلوبين من بعض احسبوها قصة خيالية هما هي رايسة قصة خيالية ظهر فيه خطيب ساميرة راجل ولد عائلة ومتروبي لكن هل إنه بشوقات كيمان هكا حتى الآخر القضية الله أعلم قال لك الرجال والزمان ما فيهم شامان لا غالط مش صحيح خاطر أنا راجل زد الصحيح هو إنه ساميرة كما قلنا كانت تختم الدوبل بش تدخل أكثر فلوس لكن يقولوا عائلتها باللي هيا معمورها بالعمر ما بيتت فلا توليه حتى ولو كثرة الخدمة عليها في ليلى من ليلي تفوت ساميرة الوقت الي سيبوزي تروح فيه وما زالت مروحتش لدارهم تحيلوا عليها دارهم قالوا لعله وعسيل عندها بزاية خدمة وتعوا شوية آخر وتروح قاعدوا يستنيوا والأخت أول مرة تبتا كيمان هكا والسبب ذاك قروا إنهم يتصلوا باها كلموها الحمد لله تليفونها ينقص لكن الأخت ما تهزش تليفون حبوا أمها وبوها يحسنوا الظن وقالوا أكيد بش تبيت في لاتوليه ولعله وعسيل صباح يفيقوا ويلقعوها في الدار وفي بلاستها فيقوا صباح وبزارمون ما كانتش الأخت ساميرة متواجدة في الدار ما عودتش كلمتهم بالتليفون وما بقى خلت لهم مساج بدالبو يتحير شوية وقرروا إنه يمشي لاتوليه بش يطمن عليها ومن قبل ديجاء ما يوصل لاتوليه زدوا دخلوا بكليونات بنته بعضه والبنات اللي كانوا يخذوا معاها والليلقاهم الكل قدام لاتوليه الكلهم كانوا متحيرين ولاتوليه كانت مسكرة الكلهم مستغربين كيفاش لاتوليه مسكرة في الوقت هذاك حاجة أول مرة تصير لاتوليه كانت مسكرة والحسن حظ البو كان عنده مفتاح ثاني حل البيب شعل الضو وتصدم المسكين من المشهد الفاضيع اللي كان قدامه بنته المسكينة ساميرة ما كانت شريق ده ما كانتش تخدم بل كانت المسكينة غرقة في دمها كانت المسكينة مطيشة في القاع تحتها بركم تعدم بدا يشيح داخل أب من شدة المشهد وتم من دون أدنى شك الاتصال بالحاكم حظرت الشرطة الفنية على عين المكان وتمت معينة جثث المرحومة المرحومة كانت متعرضة لبرشة ضربية تختيرة برشة في الراس وبعض الكدمات بعض الكدمات في أنحاء جسمها الاكثرية في وشها وتسبولها حتى في تشويه ملمحها عملة ما ينجم يعملها كان إنسان حاقد عليها شايد عليها البغض وحب ينتقم منها إنسان قريب منها من دون أدنى شك يعرفها بالكداء وبناتهم برشة حاجات بما أنه إنسان ما يعرفهش مستحيل يوصل يعمل فيها الشي هذيك الكل وقصوة المشهد وطريقة القتل والكدمات اللي كانوا على وجهه هو ما اللي خليه الحاكم على يقين كونه دافع القتل هو الانتقام هو صحيح كونه مولى العملة حاب يكون صنغور ونحا كل الذهب اللي كانت لبسته المرحومة كمل هذي لها تلفونها وكمل هذي مبلغ مالي مهم ملاته ليه بشوهم الحاكم كونه العملية صارت في الأصل ليدافع السرقة وهكاكا يوليه يلوجه على إنسان سرق نيتو كانت السرقة ومش على إنسان قريب منها بالكداء وصاروا مبينيتهم بعض المشاكل بعض المشاكل اللي مستحيل يكونوا مشاكل صغار بما أنه حسب الدم اللي كان على مسرح الجريمة واللي يوصل حتى للمكينات كانت المرحومة تحاول وإنها تهرب وتحاول وإنها تدافع على روحها كانت المسكينة حاسب أثار الدم تجري وتتحرك في وسط الأتولياء والفاعل كان خالط وراها ومصموا أنه يحط لها حد لحياتها المسكينة ومش فقط كما قلنا يحط لحد لحياتها بل يعذبها المسكينة ويعنفها بكل وحشية إلى أن فقدت المسكينة البعض مما لمح وجه بينسير من حاجات اللي كانوا مفقودين وتنحاوا من خطوبة خاتم الخطوبة خاتم الخطوبة اللي كان مفقود وهو سلسل الذهب كما قلنا دافع الجريمة مستحيل يكون السرقة بل كان الفاعل يحب يعديها عليهم وإلا ينجم يكون سبحان الله خطيب سميرة كان يحب يرجع الخاتم تاعه بعد ما قتلها كان خطيبها أول مشتبه فيه وأول إنسان يبحث معها الحاكم وكان المسكين مصدوم ومش مصدق اللي صار سرتوه أنه أشهره أخرين وتولي الإنسة شريك تحياته الحاكم الحقيقة محبش يمشي بالعاطفة وجرائم كيمن هكا ديما يبدأ فيهم أول مشتبه فيه شريك الحياة وفي برشة قضايا كيف كيف شريك الحياة وإلا العشيق يظهر بل لي هو أكثر إنسان متأثر لكن في الأخير يطلع هو الفاعل وقعد يدس في البيتق على الحاكم ويطلع دافع الجريمة يأما مشكلة صغرونة سوء تفهم وإلا عشيقته خنته مش اليوم وفرادية مستبعدة على الأخر في القضية متاعنا وخليني نقول لكم بل لي هو خطيه وانتي ظلمته إذا كان مش في بالك بل لي هو اللي قام بالجريمة على خاطر المسكين ثبتوا أنه كان متواجد في خدمته في زمن وقوع الجريمة وكان بالرسمي مصدوم على الأخر ومش مصدق الشيء اللي صار على خطيبته وما كان يش يفلم بل كان بالرسمي يسخف على الأخر ومتأثر عليها برشة من دون أدنى شك عائلتها كيف كيف والبناويت اللي كانوا يخدموا معها كانوا متأثرين على الأخر لكنهم هما كيف كيف ما منعوش من البحث والحاكم كما قلنا ما لازموش يمشي بالعاطفة لكنهم هما كيف كيف ثبتوا أنهم أبرياء وخطيهم كيف ما كانوش فيلمه وهما زادة كانوا يحبوا يعرفوا حقيقة الشيء اللي صار على ساميرا ساميرا اللي كما قلنا ما عندهش أعداء تحب الناس الكل والناس الكل يحبوها ما عدا بينسور الشخص اللي عمل فيها الشيء هذا واللي زاد ظهر أخيب أكثر الجريمة طلعت أخي بمن اللي كنا نتصوره حسب الطب الشارعي واللي يقول باللي سبب الوفاة ما كانوش ضربات اللي كانوا على رأسها الضربات اللي خلاوا المسكينة غارقة في دمها سبب الوفاة ما كانوش الكدمات اللي كانوا على أنحع جسمها بل سبب الوفاة في الأصل كان الخنق حسب الطب الشارعي بما معناها كون وفاعل ما كتفيش بضربها على رأسها بجسم صلب جسم معدني صلب تسبلها في كسور في رأسها في رقبتها في الفك متاحها وفي ظهرها ما كتفيش بتعنيفها بعد ما خلط عليها في اللاتولي الكل وهي تنزف بل زي تكمل خنقها بعد ما شدها حتى لين فرقة الحياة واللي كديم في القناة ومطلع على برشم القضايا يعرف باللي كل جريمة يكون فيها أسباب الوفاة هو الخنق بالضبط كيما جريمة اللي قبل هذي يكون وراها مجرمة وإلا مجرم خطير على الأخر شاد برشة كرة غلو بوظ على الضحي انتقام شديد نحكيه عليه من قبل الفاعلة ومش الفاعل نحكيه على فاعل ومش فاعل وملت العاملة إنسانة شريرة برشة حسب الطب الشرعي وليلقاه شعر طويل تحت أظافر المرحومة ساميرة ظهر فيها المسكينة كانت تعمل في كل ما في وصعها بش تمنع لكن أسفار شنية اللي كان صاير بينها وبين المجرمة الشريرة ولي خليها تعمل فيها أشي هذا الكل بكل وحشية وتقتلها ظن تكونها ما خليت حتى شي وراها لكن كيما دي منقولو يا قتل الروح وين تروح ما كانش في بقلها باللي هي خليت شعرها في أظافر المرحومة ساميرة وفي أنحاق لتقول ليه شكون تنجم تكون؟ هذا سؤال اللي يسئلوا الحاكم لعيلتها إنسانة من أعاد صاحباتها قريبت لها بالكديل وبينيتهم عشرة بلغة أخرى كان الحاكم عبارة يقول لهم شكون أكثر إنسانة تستبعدوها ويظنوا كونها مش هي الفاعلة يخيح كولهم عيلة ساميرة على صديقتها سعاد ولي يقولوا باللي مستحيل تكون هي الفاعلة هي والمرحومة الشاي اللي خليها هي زادة تحزن وتتضم على الأخر وقت اللي سمعت بخبر وفاة صديقتها صديقتها واللي كانت كيما قلنا قريبة منها على الأخر على رغم من فارق السن اللي كان مبينيتهم كانوا مبينيتهم تسعة سنين كاملين ساميرة 24 عام وسعاد 33 عام صحاب عندهم سنين عشرة سنين وأكثر حتى من الأخوات وهذا الكلام اللي قالتو المسكينة سعاد في التحقيق مع الحاكم الناس الكل كانوا بهتين كيفاش الحاكم يوصل يشك فيها وهي المسكينة مش هي على صحبتها في حالات كيما نهكك كيما قلنا برشة مرات ما فميش عاطفة وأقرب الناس للضحية إنه جميكون هو الفاعل بما أنه للأسف شديد ساعات الغدرة ما تجي كان من أقرب الناس ليك لعبيت كان يراو في عينين سعاد برشة حزن والحاكم كان يرا في عينيها برشة توتر لايحظوا باللي هي متوترة وباللي الأخت خايفة وفما حاجة دركي فيش نجم تكون فاسيلمون هيا مليت العاملة والاسبابة ذيكة حب الحاكم يحصلها وقالوا لها باللي هما في قبعها وباللي هما لقاوا بصامتها في مسرح الجريمة قلت لهم سعاد حاجة عادية على الأخر وأنهم يلقاوا بصامتها في الأتولية بما أن هدي ما تمشي بحث صحبتها لكنها ملقات متقول وقت اللي وجهها الحاكم بتقرير الطب الشرعي تقرير الطب الشرعي واللي خرج بعد أيامات ملي بحثوا معها مكتفاوش بالبحث معها بل أخذوا عينها من شعرها وقرنوها بالشعر اللي كانت تحت الظوافر المرحومة وسبحان الله يتابقوا الزوز عينات وتثبت عليها بمسير جريمة الضربة افكتيفمون جيت من أقرب الناس الساميرة عشيرة عمرها علش قتلتها علش عذبتها وعلش عملت فيها اشي هذا الكل؟ هذهم الأسئلة اللي بش تجاوب عليهم الأخت سوعاد بعد ما عرفت بلي هي ما عندها حتى مفر وما عندها وين تهرب يا أختناس سوعاد كانت أوم الزوز الصغيرات و كانت تستنى في الثالث الرجل ها ما كانش في باله ما زال ما في بالهوش لك كمها لا ما كانش تحب تعملو سوربريز على أ opted ما كانش تحبو يعرف بلي هي بش وهي عورة عندها 3 صغيرات و هو بش قعد أعندو لزوز صغيرات أكاهاو العلى خاطر الظغير اللي جاي في الثنية ما هو ش منصلبو الأخت سوعاد كانت تقوم في راجلها كانت تقوم في رجلها ولي كانت عوض منو زوز صغيرات ما كانش عنده في حياتها كان رجلها وبناتها الزوس بل كان عندها عشيقها وربي يهديه العشيق ما كانش عشيق عادي بل شوية بركة ويولي أب بما أنهم للأسف شديد طاحوا في الحرام وطاحوا في الغلط وحبلة الأخت وعاعد الخائن الغدارة الغبية بيمسير من صاحبها الحسن حظها فاقت قبل ما يفوت الفوت وكانت بيمسير تحب طائح صغير لكنها ما كانش عندها الموارد المادية الكافية وبيمسير ما تنجم مش تقول لرجلها ما عديني بشن طائح صغير عشيقها ظار فيه فقري وهو كيف كيف ما عندوش والسبابة ذيكها التجأت لصحبتها وعشيرتها ساميرا وكانت تعرف باللي هي عندها فلوس بما أنها قعدت لمبش تعرز ما خبت عليها حتى شيء قلت لها باللي هي حبلة وباللي هي مستحقة فلوس بش طائح صغير تصدمت المسكينة ساميرا في صحبتها سوعات وتصدمت من هول الموقف آخر حاجة كانت تتخيل كونو صحبتها تعملها وآخر طلب كانت تتصور وإنها تطلبوا منها وما عرفتش المسكينة هلازمها تمشي رجلها وتحكيله وما تخليش الماء يلعب بتحت ساخيه حسيت باللي اللي عملت وصحبتها ما يجيش في حق رجلها سورته في حق صغارها وفي نفس الوقت ما حبتش تدخل روحها وتعمل روحها مشاكل وحبت تخرج روحها من الحكاية جملة وتفصيل وحتى عمل فلوس قلت لها باللي هي ما عندهش وهي في الاصل في الوقت اذاكا ما كانش عندها هي في الاصل بما أنها كان تلم كان عندها الفلوس لكن بيانسور كل حاجة في بلصتها وفي الوقت اذاكا ما عندهش فلوس زايدة بش تسلف سبحان الله ما عجبتش سوعات الفازة كيفش سميرة محبتش تسلف معناها ولا حق مكتسب خليت الحكاية في قلبها حطتها في موقها لكنها بيانسور ما ايستش ومشيت في نهار منهارات كل عادة بحضها اللي توليه وما كانتش في الاصل ماشية متاحة باريئة بل مشيت بش تعود جسها كانت رأى في الكليونيت بعينها كيفش يخلصوا في الاخت وكانت رأى وين كانت الاخت تخبيف الفلوس نقصوا الكليونيت قاعدوا وحدهم في المحل وعبدت جبدت لها على حكاية الفلوس طلبت منها مرة اخرى وانها تسلفها بعد ما شافت الفلوس على عينيها ومرة اخرى تطلب منها سميرة سنيح وتقول لها باللي هي ما عندهش وباللي هي ما تنجمش تسلفها ونرمى المولى هنا تفهم الاخت وعاد روحها وظهر لي مش بالسيف وحلت معاك البقا قضيت سعاد بعد الحاثة هذه قرار صارم وقررت وانها تولي تعدي نهار كامل في الجامعة اللي مقابل لاتوليية اكيد مش تدعي في ربي سبحانه بش يغفر لها ويسمحها على العملة اللي عملتها بل كانت تمشي للجامعة وتبقى بالسوايع تقنص في لاتوليية كانت تحب تعرف وقت ايش تبدأ لاتوليية فارغة ووقت ايش تبدأ صحبتها ساميرة وحدف لاتوليية ومش بش ترجعلها للمرة الثالثة وتطلب منها وانا تسلفها بش طيح صغير بل بش تاخو اللي تحب علي بيديها ومش فقط لفلوس بل زيت تاخو بالثار ما عجبتهش كيفاش صحبتها محبتش تيقف معاها في محنتها والاسباب هذيك شدت عليها برشة بغض غل وغش وقررت وانها مش فقط تسرقلها فليسيتها من لاتوليية بل زيت تعذابها وتقتلها وتحط لها حد لحيتها وتقتل معاها السرج اللي ما بيناته ثلاثة ايامات يتعدوا والانسس وعد تصمر في التحركات من الجامعة ثلاثة ايامات كانوا كافين بش تحفظ التحركات لاتوليية وتعرف وقت ايش ساميرة تبدأ وحدها جاء اليوم الموجود خارجة تجري من الجامعة في نهارة الحادثة ومشيت طول لاتوليية ودخلت على ساميرة وهي تلهث وتبكي وما بجوعها وقالت لها بلي رجلها فيق بالعملة متاحة هربت منه وما لقعت وين تمشي قالت لها كان يشدني اسفر لي بروحي خليني بحذك حتى لين تهدى الومور وطلبت منها وانها تسكر المحل من البرة وتسكر الضوء كمسي ما فما حتى حد في المحل بيش هكيكا رجلها مايفيقش بلي مارتولي تخون فيه متخبية بحذة صحبتها صدقتها المسكينها ساميرة وعملت كيما قالت لها وسكرت لاتوليية من البرة سكرت لاتوليية سكرت الضوء وقعدت المسكينة تواسي في صحبتها سوعاد سوعاد كانت عاملة خطة محكمة واسبقوا انها قطعت جبتها قبل ما تدخل لاتوليية وقالت لصحبتها بلي جبتها تقطعت وهي هاربة من رجلها وطلبت منها وانها تخيت هيلها حتى لين تهدى الومور قبلت المسكينة ساميرة من دون ادنى شك واخذت الجبة لمقطعة من عند صحبتها وهذه المكينة بديت تخيط فيها وكانت عاطية بالظهر وامتبسة على المكينة وغادي وين كانت بالضبط تحب سوعاد توصل فهذه الجبة الصنغورة حبت لهيها بالجبة وتخليها لهيها فيها بش هي تجبت بار الحديد في عقلها مش مرة بركة تغدرها من تالي وتضربها بكل وحشية بل برشة ضربت تضربهم سوعاد لساميرة ساميرة واللي قبلت وانها تخبي صحبتها بحذيها تخوريسك وديت خيط لها جبتها جبتها واللي كانت مجرد خطة خبيثة بش سوعاد تلهي صحبتها ساميرة كيما قلنا برشة ضربت عطتهم لها سوعاد بار حديد من رأسها حتى لظهرها ضربت خليهها المسكينة يضرب رأسها على المكينة ويبدأ نزيف ويبدأ فيلم الرعب فيلم رعب عاشدت المسكينة ساميرة واللي كان عندها بصيص امل وانها تمنع كيما قلنا متوفيتش بضربات اللي في رأسها كانت تنزف وكانت دور في لا توليه املا في انها تمنع المسكينة الدور وتبكي وتعيد مش فيها ما حتى شي وصحبتها سوعاد في جرتها بار الحديد كانت تجري وراها وبقي مصمها وانها تقتلها وتحط لها حد لحياتها عملت ساميرة اللي كانت تنجم تعمل الكل وبدأت تفقد في السيطرة من كمية الدم اللي خرجت منها وكانت سوعاد للأسف شديد قادرة وانها تشدها بعد ما حاول تهرب هبطت عليها بالضرب ساميرة مازالت متشبثة بالحيات وغاديوين شدتها من شعرها كانت تحاول وانها تعمل كل ما تقدر عليه بش تمنع من الوحش سوعاد واللي كانت للأسف شديد أقوى منها وكانت قادرة وانها تتمكن منها خنقتها بيدها الزوس بش المسكينة تسكت وقعدت تخنق فيها إلى أن فقدت المسكينة لحيات وسكتت جملة واحدة موفيتش الجريمة الهنى بل نحات سوعاد لساميرة ذهبها وتاليفونها وكملت هزت كل فلوس اللي كانوا موجودين في الأتولياء هزت جبتها وتأكدت كونها مخليت حتى شيء وراها على مسرح الجريمة وكملت هزت بيانسور سلاح الجريمة العصاء الحديدة يمتاحها وخرجت من الأتولياء وسكرتها وكانت تجامة أكدة كونه حتى إنسان ما هو بشيرها بما أنها كانت تعرف بعد ثلاثة أيامات اللي عديتهم تعس قدام الأتولياء بلي في الوقت ذاكى حتى حد ما عاد يجي للساميرة وحتى نهج الأتولياء يبدأ فارع تقولش ندمته ألا حجت بالذنب وألا تقلقت بالمستحيل بالعكس وصلت للي تحب عليه ولا عندها في نالمو لفلوس الكافية لفلوس الكافية لتعمل عملية الإجهاض وطيح الصغير وهذاك بالضبط اللي عملته هزت فليسات صحبتها اللي سرقتهم وبعد قتلتها وكملت قتلة الصغير اللي كان في كرشها وعملت العملية متاحها وتمت بنجاح ومبعد سمعت بلي صحبتها لقاوها مقتولة ومشيت تجري لدار عائلة المرحومة تبكي وتعيت كومسي حاسة على صحبتها متأزمة وحزينة وهي في الأصل سبب حزن عائلة ساميرة وخطيبة وكل إنسان يعرفها تتواصل وقاوها متاحها وظنها في إنها تنجم تكون أذكا من الحاكم وهي دي جاء في جنازة جايبة فيها حزينة ومنهارة تسمع العبيد يحكيوا بلي الحاكم بشي حاول يتبع الفاعل بتاليفون المرحومة تاليفون المرحومة وليقولوا بلي الفاعل هزوا معاه افكتيفمون الأخت وعاد كانت هزرتوا معها وخبيتوا في دارها والسبب ذلك قررتوا أنها تزروحها من الجنازة وتمشي تجري لدارها مشيت للدار هزتها كالتاليفون هزت الجبا وهزت الحديدة اللي استعملتها في الجريمة ومشيت بيهم للخلال المخلي بيانسور من غير ما يراها حتى حد وحرقتهم الكل ظنن منها وأنها ميش بش تخلي وراها حتى أثر ورجعت من بعض بيانسور بكل وقاحة وبكل صحة رقع للجنازة ورجعت كيف كيف تبكي ومنهارة وحزينة على عشيرة عمرها ساميرة كما ديما نقولوا يا قتل روح وانتروح وكما كل قضية يبدأ المجرم يفلم وشيب فيها معمل حتى شيء وخطيئ ومتأثر ومنهار وفي الأخر سبحان الله يتكشف أمره وما يمنعهش من دون أدنى شك من السجن السجن المؤبد كان مصير الأنسة سعاد بعد ما تم الحكم عليها بالأعدام وبما أنه الأعدام في دونس ما يتطبقش يتحول الحكم بالأعدام إلى المؤبد وهكيكا بش تولي الأنسة سعاد بش تكمل بقية حياتها وراء القطبين الثيقة العمية مع مرها ما كانت حاجة بيهية ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستعينوا على قضائي حويقشكم بالكتماء حبينا ولك رهنا ما كرهيش قاية المرحومة لصحبيتها باللي هي قاية تلمف الفلوس بش تعرس كارها استعانت على قضاء الشيئ ذاكا بالكتماء وإذا كان ما جيتش سعاد تعرف المعلومة هذه رأي ما عملتش في سميرة هكاكا تي رأي ما بقى قمشيت لها وطلبت منها فلوس كيف كيف ما كرهيش تعطي فيها الثيقة العمية إلى أن دخلها معها للمحال متاحها وتوريها الفلوس على عينها وتوريها وين هي تخبي في الفلوس كان ماشي في بالها بلي ناس الكل ناس ملاح ناس طيبة وباهين كيفها وما كانتش تحسبها جملة واحدة مع سعاد وكان كل شي على عينها لتخبي عليها فلوس وتحكيل على كل تفاصيل حياتها واللي للأسف شديد استغلتهم الشريرس وعاد وتثبت لها للأسف شديد ثقتها العامية في صحبتها في وفايتها قلوا لينتو ما شن يرايكم في الأخت وعاد في الأخت تاميرا وفي القضية ككل ما تنساوش بشكل عاد ما تنساوش بشكل عاد تخليوا لايك وسبسكرايب فولو على انستجرام ونضموا لغروب نتاعنا ومتاع الفيسبوك ونتقابله في القضية جاية بإذن الله Peace out